السلام شباب اليوم راح نتكلم عن طريق التشغيل الايقاعات style والرجستر والمالتي باد في جهاز sx900 طبعا و جميع اجهزة اللي ممكن نحكي الحديث اللي فيها شغل جديد زي sx900 genus الوريانتل اللي ممكن ينزل في الفترة القادمة فنحنا نحكي على طريق التشغيل الايقاعات والاصوات طبعا هون عندك الرجسترشن و هون عندك المالتي باد و هون عندك طريق التشغيل style فالان خلينا نحكي طريق التشغيل بداية الايقاع الايقاعات طبعا 900 بكل احوال لازم انك تنزله اكسبنشن خارجي على اساس انه يعطيك جميع الاصوات المتوفرة او انه يكون عندك يو اس بي موجود في الايقاعات والاصوات كرجسترات حلاوة السx900 انه باخد شغل الاديم من الاجهزة اللي قبله يعني مثلا واحد عنده اقاعات شايفها بتناسبه اقاعات حلوة اقاعات المسموعة خلينا نحكي بمكانه x900 او الوريينت اللي اذا نزل منه انه يشاقل لك الحائل الخاصية الان نرجع مرة تانية لان نحكي طريق التشغيل اقاعات هون عندك كلمة style ماشي في عندك الريجستريشن برضو على الشاشة فوق touch طبعا كل حكي ها نحنا نحكي هون اقزت عشان ترجع الشاشة الرئيسية فتشغيل الاقاعات انت بعد ما تشغل الجهاز الريدي بكون عندك كستاندر فعشان تنزل اقاعات الموجودة عندك في الاكسبنشن او اليو اس بي بتروع كلمة style تفتح معك الشاشة الشاشة بكون فيها اليوزر ايش بكون عندك مخزن في اقاعاتك الخاصة بريزنت اقاعات الشركة نروح مرتانة على اليوزر ايش عندك انت اقاعات اليو اس بي ايش بكون عندك اقاعات في اليو اس بي ماشي ال اكسبنشن ايش بكون عندك شغل اقاعات موجودة عندك في ال اكسبنشن بشكل عام مثلا مقسوم بلدي اللي هو يعني شغل شرقي الان طريقة زي ما اتفقنا اكزت عساس ان ارجع دائما على الشاشة الرئيسية بضغط هون ستايل تفتح معي الشاشة اولها على اليوزر بعدين مثلا اخترت اقاع اللف اوكي و بنزل تحت بشغل اي سي بي ام هذا ليه ما تخليه شغال اساس ياخد معك الكوردات في حال التشغيل شو بشغل هاي هي طريقة تشغيل الاقاعات طبعا في عندك ا4 ماشي كل واحد بيعطيك منها هذه هي تجريكة تشغيل الإقاعات حبيت تفوت على الإكسبنشن بتروح على كلمة الإكسبنشن بتشوف أنت وين إقاعاتك مثلا نخزنها مثلا أنا عندي إقاعات 4X على سبيل المثال بروح وقفت بعمل هون up أساس أفوت على الفولدر مثلا بدي أنا طربي مصري مهرجانات ولا مقصوم مثلا عندي مهرجان أوكي هاي طريقة تشغيل طريقة تشغيل الإقاعات الآن نيجي طريقة تشغيل الرجستر طريقة تشغيل الرجستر بتفوت فوق على أقصى اليسار في كلمة رجست تضغط عليها بيفتها عندك بردو نفس الشي شو بكون أنت مخزن عندك على اليوزر من الرجسترات أو على اليو اس بي أو على الاكسبنشن ماشي فبهاي الحالة مثلا أنا على اليوزر عندي مثلا هذا الرجستر اخترته طبعا هاي هي بتشغيل لك الرجسترات بضغط مثلا هون أوكي بيشتغل معي الرجستر الأول بيشتغل معي الرجستر الأول قائما خلي الفريز شغالة ليش؟ لأنه في حالة شغلت الفريز بيثبت معاك الإقاع لأنت مشغله والتمبو والترانسبوز على أساس في حالة شغلت الرجستر ما يقلب معاك مثلا الصوت على إقاع تاني مثلا يكون مبرمج على نفس الرجستر فأنا خلص بضمن هاي الشغلة بضغط الفريز وبختار أنا الرجسترات بضمن أنه يكون عندي الإقاعات والتمبو ثابت بالسرعة طبعا كيف ممكن أستفيد من هاي الشغلة خلينا نكمل الرجسترات قدنا هون طبعا الرجستر أنا بمكانة ألعب فيه الأصوات هون زي ما بدي شوف مثلا أنا هون عندي عود معكة من جات بإمكانة أشيلها بخليه يعود لحاله طبعا زي ما تفانى هنا ممكن الأوريانتال يكون عندك التشريع الخارج هون موجود ولكن هناك ميزة عندك ستكون موجودة في الأصوات بإمكانك توصل للتشريع بطريقة مباشرة شوف هون سكيل تيون يدخلك على شاشة التشريع بشكل مباشر تصير أنت تروح على السب هون هون عندنا السب وبتصير تشرق زي ما بدك فالتشريع بشتغل معاك من خلال إما مثلا إذا كان أوريانتال يكون التشريع هون أو مثلا إذا كان بالجهاز الذي نحكي فيه اس اكس ناين هندرد أو السبعمية بتكون عندك سكيل تيون وممكن نوصل لها من الشاشة من المنيو من روح على من روح على منيو تيون هاي سكيل تيون بتحصلها عندك هون الشاشة إذا خربطنا هون في المنيو من روح على منيو تيون وفي عندنا سكيل تيون بإمكانة أشرق زي ما بدك من خلال الشاشة وطبعا في عندك شغلة تانية عندك هون الميكسر الميكسر بإمكانك تتحكم بهون باند فاليوم بسرعة أفوان في درجة الصوت للإيقاع والأصوات الموجودة عندك بالنسبة للأصوات أو من خلال التيمبو على أساس أنك تختار درجة سرعة الإيقاع المهم الآن تفقنا طريقة تشغيل الرجستر مراتان نشرحها مراتان فوق هنا أقصى اليسار في عندك كلمة رجست بضغط عليها تفتح معي قائمة الرجستر إذا كان عندي إكسبنشن أنا بالنسبة لعندي أنا حاطط فولدر خاص بالنسبة له ماشي بروع على SX رجست بدخل بلاقي أنا رجستر وعتي كلها موجودة باختار الرجستر البدية وبنزل هون كل واحد رجستر بإمكانية أنك تخزن في كل الرجستر عندك 8 أصوات هذا بالنسبة للرجستر الآن طريقة التشغيل المالتي باد المالتي باد هي بيكون عبارة عن مثلاً صوت عبارة عن مثلاً صوت بشري عن زقفة عن باركيشن عن مثلاً خشابة هذا هو شغل المالتي باد كيف أني أشغله بروح بعمل تفتح نفس الطريقة عندي باليوزر أو البرزنت فيه طبعاً جهاز مخزن عندك بادات اليوزر مثلاً أنا بكون حاطط بادات بتخصني بين لون الشعبي مثلاً أو الشرقي عفوان بختار أي واحد منهم وبنزل تحت بتكون مرافقة للإيقاح هذا هو شغلها ممكن أنا بدي أرضية زنة مثلاً للتقسيب في عندي مثلاً هاي واروح هاي منسميها أرضيات مالتيباد أرضيات مثلاً في عندي مثلاً زأف مثلاً زغرود فهذا هو شغل الأرضيات شغل مثلاً عراقي أوكي إيراني أوكي فالمالتيباد بعطيك مثلاً هاي الخيارات مثلاً عندي خشاب على سبيل المثال خشاب نقول أوكي هذا هو شغل المالتيباد بهاي الحالة نحن تعلمنا كيف نشغل الستايلات من الشاشة الرئيسية تختار العقاعة بالدكية ماشي في عندك الرجستر من الرجستر أساس تختار الرجستر بالدكية والمالتيباد أساس تختار مالتيباد بشكل عام إذا عرفت هاي شغلها كيف تعمل طبعاً أنا شرح كيف تعمل الرجستر بشكل عام كيف تستخدم من المالتيباد والإقاع بالنسبة لك الجهاز صار كلير وبدك واضح وانت عم تشتغل على نفسك كيف تدرس الجهاز سواء من اليوتيوب في شرح ممكن أنت وحدك تشتغل على الجهاز وتعرف كيف إمكانياته فالجهاز صراحة رح يكون نقلة نوعية بالنسبة لأجلسة اليما من حيث حجم الذاكرة من استخدام الرجستر وأفضل شي تستخدمها طاقة قصوى لأن الصوت يصبح يسحب كواليتي من الملف لإقاع فتكون عندك الصوت يأخذ من كواليتي الإفكتات الموجودة بالجهاز بالإضافة للإقاع يصبح ميكس من خلال الميكسر طبعا شرحت هذا الموضوع كيف أنك ممكن تستخدم الإقاعات والأصوات بشكل مناسب دعونا نشرحها بشكل سريع شوف أنا كل ما أختار إقاع ماشي بروح مثلا خط اللف أوكي بروح على الميكسر هاي الميكسر هاي الميكسر الميكسر بروح على كروس ماشي كورس أند ريبيرب كورس أند ريبيرب وبروح على الكورس هون على اليمين وبختار منها ديلي بفوت على ديلي وتمبو تو على أساس الصوت يعطيك إفكتات حلوة بالنسبة للشغل وما يطلع ناشف أوكي وبعد ما تخلص أنت الصوت ممكنك تروح إيش بتخزنه كيف تخزنه الإقاع بتروح على كلمة فايل وتأخذ سيف وسيف هير وبتعطي أوكي ويس فبخزن لك هي على نفس الجهاز فوق الإقاع نفسه مع إكواليتي اللي بعطيك الأصوات اللي بدك إياها أوكي فبهاي الحالة فالجهاز الصراحة الجديد مليا معها في إمكانيات خطيرة ممكن نستخدمها غير هيك فيه اللوبات ممكن نفوت على منجر أنا عامل مثلا ملف خاص لوبات شرقي مثلا أو شعبي خلينا نحكي مسمي مثلا هون عندي لوبات بس مجوز مثلا في مثلا موجود في طبعا أنا هون بلغي هون الصوت على أساس ظل الصوت عندي بس صوت اللوبة طبعا أنا حاطق هون مجموعة اللوبات ممكن يعني إذا كتشوف اللوبة بيني محطوط طبعا ولا زمال نشلى هات شبابة طبعا ما يمكنك أن تضع جهاز لوبات من خلال اكسبنشن في كل أحوال الجهاز ماشاء الله شامل وبعطيك اللي بدك يوم من ناحة الأصوات، لوبات، ويقاعات يعدكم منعافي